اشتركوا في القناة في مستلش هذه السحب تدريجيا ليبقى صفا والاستقرار يميز وسط الصحراء وحتى الجنوب الشرقي للصحراء والمناطق الشمالية الغربية عن حالة التقسى المتوقعة ليلة اليوم بحول الليل سنسجل أجواء مغشات بالنسبة للمناطق الشمالية الغربية وحتى الوسطى مع تشكل صحب كثيفة مصحوبة بأمطار بالمناطق الشمالية الشرقية وحتى الداخلية وصول المناطق الداخلية الوسطى وشمال الواحد سحب كثيفة تميز المناطق الداخلية الغربية مع أجواء مغشات بالمناطق الشمالية الوسطى للصحراء وحتى أقصى الجنوب فيما تبقى الأجواء مستقرة أقول وصفية بمنطقة السورة ووسط الصحراء وأقصى الواحد درجات الحرارة المسجلة لهذه الليلة 20 درجة بالجزائل عاصمة 22 درجة بوهران 21 درجة بعنابة 15 درجة بكل من بيتنا والبيت 16 درجة بالجلفة 27 درجة بكل من ورقلا وغرديس 20 درجة بالنسبة لبشار وحتى تمانرس 23 درجة بتندوف 33 درجة على عين صالح وإليزي أما عن أحوال التقس لصبيحة الغد إذن سنسجل أمطر محتبرة بالنسبة للمناطق الشمالية الوسطى والشرقية وحتى الداخلية وصول المناطق الداخلية الوسطى وشمال الواحد مع تشكل سحب كثفة بالمناطق الشمالية الغربية أجواء مغشات بالمناطق الداخلية الغربية وحتى شمال وسط الصحراء فيما تبقى الأجواء مشمسة ومستقرة بباقي مناطق الوطن عن درجات الحرارة المسجلة لصبيحة الغد 23 درجة بكل من الجزاء العاصمة ووهران 22 درجة بعننا بس 11 درجة بكل من بيتنا الجلفة والبيت 23 درجة بورقل 24 درجة بالنسبة لغردية 28 درجة ببشار 25 درجة بيتندوف 34 درجة بكل من عين صالح وإليزي 32 درجة بيتامانرس أما عن البحر فالبحر إذن سيكون هادئ بالنسبة للسواحل الوسطى وفق رياحين محتدلة تصل سرعتها من 5 إلى 15 كم في الساعة معن السواحل الغربية أيضا البحر سيكون هادئ ومحتدل وفق رياحين شمالية شرقية تصل سرعتها من 5 إلى 10 كم في الساعة عن السواحل الشرقية مشاهدين أن البحر سيكون من هادئ إلى قليل الإضطراب نتيجة رياح غربية تصل سرعتها من 10 إلى 20 كم في الساعة كالمحتد نختم نشطنا الجوية بالمعلومات الفلكية إذن شروق الشمس بالنسبة للجزاء العاصمة وضواحيها سيكون على الساعة السادسة و24 دقيقة أما الغروب سيكون بحول الله على السابعة وخمس دقائق بهذا وصلنا إلى ختام نشرة يحوال التقس لليلة اليوم وصابيحة الغد شكرا لكم على حسن المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة